بوادر إعادة تحريك العلاقة بين أنقرة ودمشق قد تتبلور خلال الفترة المقبلة من خلال صفقة محتملة تتمحور حول شرق سوريا وفقا لصحيفة المدن فإن تصريحات المسؤولين الأتراك تشير إلى توافق الدول الفاعلة على خريطة طريق ما في سوريا إضافة إلى أن الجهة الرافضة الوحيدة هي قوات سوريا الديمقراطية التي قد تكون قربان هذه المرحلة علما أنها لن تكون الوحيدة الصحيفة رجحت أن تكون الخطة غير المعلنة ترتكز على إعادة الاعتبار لنظام الأسد كدولة وهذا يعني إزالة كل الكيانات التي تعطر الطريق إعادة تلك الصفة إليه فأنقرة وبحسب الصحيفة دائما قد تقدم على حل الفصائل العسكرية المعروفة باسم الجيش الوطني أو تسليمها للروس لدمجها بجيش النظام كل ذلك مع وضع ترتبات خاصة بهيئة تحرير الشام بعد إنجاز المهمة في شرق الفراط وشمال سوريا أولا يريد الأتراك انتشارا حقيقيا لقوات النظام على الحدود معها ودفع القوات الكردية بعيدا أو حلها غير أن هذا كله مرتبط بتسليم قوات الأسد المعابر الحدودية على الأقل في مناطق انتشار الجيش الوطني سيكون هذا أكثر من كاف للنظام إذا ما ساعدته الضغوط التركية على دفع القوات الأمريكية للانسحاب من شرق البلاد وإعادة مناطق الشمال والشرق إلى النفوذه تقارير مختلفة أشارت إلى أن ثمت قضايا سورية ثلاث تشغل بال أردغان اليوم وتتمحور حول الكيان الكردي الذي يبدو أنه على طريق التلاشي اللاجئون في تركيا ستكون إعادتهم أكثر سلاسة فيما لو تم التوصل لتسوية والقضية الثالثة هي المصالحة بين تركيا والنظام السوري حيث يتوقع أن تنشط الخارجية التركية بين دمشق وأنقرة لتسوية الوضع وتفكيك القضايا الإشكالية بالتدريج لكن كل هذا السيناريو مبني على فرضية ابتدائية هي استسلام القوات الكردية لنظام الأسد وهو أمر لم يحدث بعد ورفضته قصد مرات عدة أما البديل عن هذه المقترحات فسيكون عملية برية خطفة لكنها لن تكون سهلة عموما وقد تصنع واقعا مغايرا